اشتركوا في القناة لعب أبطال من لعبة فردية لعبة فردية محققة إنجازات كتيرة داخل النادي الأهل وعلى المستوى العالمي محققة برضو إنجازات كتيرة جدا 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 دائما وأبدا كلنا بالحب لعبة دي وحبناها من زمان لقام بطولة الأهرام من قام كبف لحمة البرادة وهي لعبة السكواش والنهاردة معنا ومعاكم كابتن ناصر زهران المدير الفني ورئيس جهاز السكواش في النادي الأهلي كابتن ناصر مساء الخير معنا تلات نجوم من تلات لعبين كابتن أحمد محمود مساء الخير مساء الخير فردية وكابتن رانا هشام مساء الخير كابتن أبهرين القباني أحمد سكواش كله كويس كله كويس كله كويس شويت انت معنا النهاردة نبدأ مع كابتن ناصر ونشوف أبطال السكواش ولعبة فعلا يعني بتحقق حاجات كويسة جدا على السعيد المحلي والدولي والعالمي كابتن ناصر هنبدأ من أهم حدث حصل النهاردة ونجمينا مصطفى عسل نجمي النادي الأهلي وتحقيقه لي مداليا أولمبية خارج أولمبيات الشباب بتخش الأول استعراضية وفي السنغال عشرين وعشرين وعشرين أعتقد أنه هتخش لبقى لعبة رسمية كابتن ناصر تقول لي على هذا الإنجاز تحكبت مصطفى عسل طبعا هو الحمد لله يعني النادي الأهلي طبعا هو صاحب إنجازات في جمال الألعاب والكلام من السكواش بالصفى خاصة طبعا مثل مصطفى عسل وكريم عبد الجواد وعندنا أبطال العلم الحمد لله على مساء علام كتير ويسرب وكمان لا ينسى يسرب عادل لسه وصل أدور التمانية في بطولة TOS Open كمان يعني خلال منيمة يومين فالكلام عن مصطفى عسل هو بيضاف إلى إنجازاته لسه وقت بطولة العلم الناشئين تحت 19 سنة فارج وفرق النهاردة بيكمل مسيرة بتاعته والحمد لله بيكسب بطولة شبهة أولمبية وبيكسب جميع الناس في محجب يغض منه جين دي حاجة طبعا إنجازة إضاف إلى النادي الأهلي برئاسة لكابتن محمود الخطيب طبعا كابتن كنت بكلم عكب الهوى وبنتكلم على بطولة شرب الشيخ وبطولة البلاك بول وبكلم حقيقة على البطولات دي فقلت لي هل عندنا 17 بطولة عايزين نقولي 17 بطولة سريعا وعندنا بطولات إيه بزرط في السكواش عشان نتكلم على الأبطال الموجودين معنا طبعا الاتحاد السكواش ممكن عمل سندي حاجة جديدة جدا يعني كان كل سنة عندنا 17 بطولة بتقابنها مشاكل كثيرة كبيرة جدا بدأ يصنف البطولات البطولات الكبرى والبعدية والبعدية بطولات الكبرى اللي هي بطولة الجمهورية والمناطق اللي هي قيرة واسكندرية وبورسعيد هذه 3 بطولات بخلاف خمس أندي عملهم من أكبر وفئات منهم طبعا النادي الأهلي ونادي وعد دجلة ونادي سموحة ونادي سبورتين ونادي الصيد دول الخمس بطولات الكبار اللي هم بيخشوا في النقاط أعلى نقاط بالضعف إلى اللعب عشان تصنيفه بخلال المسارة بتاعته طبعا كل اللعب بيختار البطولة المناسبة لي والنقاط على أساس كل اللعبة بيحاول يلعب في الموسم من خمسة إلى تسعة بطولات على أساس يبقى هو دول الترتيب والتصنيف اللي يساعده أن يخشه مع المتقف مصر في جميع البطولات الخارجية حضرتك قلت حاجة مهمة أن اللعب هو اللي بيختار هل اللعب يختار ولا النادي اللي بيختار أولتين مع بعض الأول إحنا منشوف مصلحة اللعب فين ونقعد معاه ونكلم معاه أنت تلعف البطولة ديت أو البطولة ديت وفالأخذ اللعب لي رغبة وإحنا الحاسين للرغبة ديت غير مناسبة لي أواة وفطبعا إحنا بالكلام الأولى والأخير للنادي طبعا يعني جابتر إبراهيم قل لي لعنت في أي بطولة بلاك بول لعنت في بلاك بول أه قل لي البلاك بول ديت بقى يعني البطولة كد عبر عن إيه وكان ليه معنا جوة البطولة دي البطولة دي كان في نفس الوقت كان في بطولة بلاك بول وبطولة شرم الشيخ مزبوط في ناس قالت انها تروح بطولة شرم الشريخ في عدد لعيبة بيكونوا في بلاك بول مش موجودين في شرم الشريخ فهو الصراحة كان اسهلي وبالنسبة يعني حاجة بالنسبة لي انا كانت احسن لي ان انا قلع في بطول بلاك بول يعني ما كنتش عايزة سافر الصراحة طب قولي بلاك بول كان اسعب مرشوتك في هاي صراحة الفاينل كان من اسعب المتشات اللي ابتهى في البطولة ولأ يعني هو الحمد لله كل المتشات من اول دور 16 وهي المتشات يعني تيلة المتشات مش مستهلة المتشات مش سهلة عليك اه يعني كابت نحمد محمود لعدنا في شرم الشيخ الحمد لله مظبوط الحمد لله وبرضو قلنا ان في حاجة جاية تدريب مع كابت الناصر قال ان انت تبقى مدرب قريبا او انت مدرب بس عايزة ناخد خبرتك في بطولة شرم الشيخ اخبارها ايه ايه اللي حاصل لانك بطولة شرم الشيخ الحمد لله احنا استعدنا كويس للبطولة ويمكن طبعا بتوجيه من كابت الناصر كابت الناصر ملمة بكل امور لسكواش يعني محليا وعالميا فكان رأيي كابت الناصر ان احنا نشترك في بطولة شرم الشيخ بالفول تيم او بالبعادة اكبر من اللعابين لان بطولة يمكن مفيش على اللعيبة زيادة او مفيش ضغوط نفسية على الولاد فكان اختيار كابت الناصر من احنا نشارك في بطولة شرم الشيخ والحمد لله بتوفيق ربنا طبعا احتكرنا يمكن اكتر من 90% من الكووس بتاعت البطولة ومركز كله احنا اخدنا الحمد لله فان دايما نتعرف حرك النادي الاهلي بيدور على اللي منقدم فاحنا يعني بنحمل اسم اكبر قلع رياضية في الوطنة العربية وإفراقيا فكان لازم نبقى قدر مسؤولية والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحنا نعمل نتيجة الحمد لله حيلا رعونا خلالك إياه لو كنت البصلب ملعب ال اسكواش ازاي دخلتي ملعب whether just you buy me لقد رصيتني لعب نافيه Youtuber كنت ملعب كده مع العيبة في ملعب برا النادي بعدين قلت دشعب عنا م уверيه وقدرنا لوح نادي الاهلي حتى هوك تدريب أحسن ولعب أنا وكده من سنتين لوحواped نادي الأهلي لا مش لدي الاهلي في اللاعب Patriot إذا لمحن تروح لحن강 على صراحي LI أنا حسناً أي حاجة مختلف يعني ما فيش حاجة يعني مختلفة عن رياضات كثيرة بذات القوانين بتاعتها وكذا فأنا حبيتها وكان عندي صحاوي برضو بدا أنا في نفس الوقت فاكمت حاجة كلمنا بعضيكم عملت إفشارم الشيخ؟ خدت أول الحمد لله خدت أول أسعب ماتش إفشارم الشيخ؟ كان الفاينل فاينل وكل فاينل هو فيه مشاكل وكانت منابت الأهلي برضو اتنين أهلي اتنين أهلي؟ كنت ماتش صعبة عليها؟ خفزها صحة كنت ماتش بكما يكون خفزين بعض قال عبا بس في حاجة كما أن أبريم أن أقول لك يعني كان إحنا في بطولة هو بلع مع واحد اسمه كريم البرباري بالنادي وادي ديجلة فكان إبراهيم كسبو في بطولة المتاد سكندرية فبطولة وادي ديجلة لنحلف التوفير وفسر منه فأنا أبطوله كان رائع معنا شرط الشيخ ساس هو الكريم علعب هنا وأنت ستلعب هنا ساس النقطة بتاعتك تباريبا مبعد ما وقد ستلعب هنا وبعدين اللي أريد على انتهتس فقط فلا جميع اجد المتادة فأنا أردد أنا أجيب فلا يجب أنه أجيب فأنا أجيب جد فأنا أجيب أن أجيب فأنا أطلقان معه ونحب فأنا أجيب أن أجيب إذا كان أجيب سابك أحيب أن أجيب إحرامك جابة الفينال ملعبة الأهلة بتقف في نص الملعه ولو تهم ديه مرحش خالص حقيقي بزلط الله عايزين يعرف دي حقيق يعني لعيبة أهلة بيلعبوا فينال وانت عارف هنا العيوب وعارف هنا العيوب والمعيزات والمعيزات بيعملوا ايه؟ بيسبهم؟ انا بيسبهم خالص وممنوع منعا باتة الا ان كان اب او ام عايزين ترونت كلامة دي عميه تكلمة بتاع حاجات الفينية دي طبعا ابو الام بي لعنها شوية لكن كمدربين وهي لها مدرب تاني لها مدرب ممنوع حد يروح يتكلم تاني خالص يعدمد على بعض وانه هي تكسب او هي تكسب هو النادي الالف الاخير هو الكذبان فا ما بتفرش معنا خالص خالص بيكون احساس مختلف لما بتلعبي مع واحدة بتتمرني معاها وتلعبي معاها وقت كتير بيكون احساس مختلف جوه الملعب؟ انا بحس ان اوال ضغط علي بيبقال عشان اعرفاها وكده وبعرف تلعب ازاي بحساس مختلف جوه ما بتلعب أزاي قل لي يا إبراهيم لعبة فيها مجهود بدني وزهني عالي جدا 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 لعبة سكواش دي حاجة معروفة يعني قل لي بتصارع ده ازاي بتقابل ده ازاي لا هي الصراحة يعني في الموضوع ده بالذات يعني هو الموضوع ده على كل اللعبين اللي بيعابل سكواش فهو الصراحة يعني الأشتر والأجدع هو اللي يعرف يستحمل أكتر هو اللي يعرف يوازن مواعيد تمرينه ومواعيد نومه ومواعيد الدراسة بتاعته والأجدع بقى هو 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 اللي هي قاتل ملك هو الملك في المعارض لا هجيلك في مواعيد الدراسة قد رحمد قل لي كم ساعة اللعيب السكواش يتمرن ويفضل يتمرن عشان يوصل على مستوى محلي ثم دولي ثم عالمي شايف نوجة نظركة دي نبدأي أن اللعب يحتاج على ثلاث ساعات مثلا في اليوم على مرتين يتمرن مثلا مرة الصبح ومرة بعده بتبقى مثلا ممكن الصبح يتمرن فتنس مثلا مع مدربه بعد كده يدخل ملعب السكواش يعمل فوتور كيمشي لوحده شوية عشان يبقى فيه كنترول أكتر جوه الملعب يعني ايه ماشي لوحده ومعلش يعني عندنا عشان لعبة فردية فدايما اللي بيبقى عنده كنترول أكتر جوه الملعب هو اللي بيبقى يعني بيبقى نسبة فوزه بالبوينتس أو بالنقط بتبقى أحسن بتبقى كورته دايما مصبوطة كورته دايما بترجع في مكان صعب بيبقى دايما عمل بريشر على اللعيب اللي معه جوه الملعب فده بيحتاج ان اللعب يبقى واقف لوحده في الملعب كتير ويبتدي يمشي هو الواحده كتير ده زائد التمرين المدرب تمام وبعد دور بقى طبعا كابت الناصر كان يعني بيبقى دايما ميقسم لنا التمرين على جوزئين بعد دور اللي بيجو كلهم يعملوا تيم ترينيج مع بعضوا يلعبوا جيمز مع بعضوا فلا طبعا ثلاث ساعات السوح وثلاثة بعضوا لا ساعة ونص ساعة ونص ده سكواش ده خلاف بقى الفيتنس بتاعه في نفس السوح؟ اه بان يقسمهم من هنا بجدو الله يعني اولئاء امورهم لهم دور كبير جدا فعملت تنظيم الوقت بتاعهم ومدراسهم المط مثلا بابا كمان بطل سكواش محمد الارباني المط ومدام الحاب طبعا سكواج برضو؟ هم وجعين دماغي على طول بالتلفونات يعني يعني بس برضو بس مدام رحب إزاي فبس داي من حرصها علين وعي زي بقى كويس طبعا ودي حاجة بتضفط من الأب والأم بخلافنا المتابع هم متابعين كمان أي نواقص بكملوهنا ومعنا عشرة على عشرة بخلاف طبعا مامتها النهاردة جايبها مسنيها بره ومصرغت هنا وبقى أحمد يعني بصراحة السكواج دي أسرة جميلة جدا وملاحظ مخصوط أنه موجود في وسط النزال لا أنا بقى أخلي إبراهيم بزاد في الدروس الخصائي اللي عنده في البيت قول لي يا إبراهيم إزاي أنت رحضت السكواج عشان ماما وبابا اللعبوا سكواج لا الصراحة أنا بدأت اللعبة دي عشان ماهو زمان كان بطل في اللعبة دي هو اللي خلاني يحبها الصراحة ابتدينا سكواج منوان عندي خمس سنين كل سنة عن سنة كنت بحب اللعبة أكتر لغاية لما أكبرت وحسيت أنه دي خلاص دي بعت حياتي هي كده؟ هي حياتي لا بسيقيا بنلعب بص فالعيدنا كويس أو العيدنا واحد في بقى دروس خصوية في البيت توقع وفي كلام البيت بابا وماما وكده تعليمات ولا بيسبوك انت ومدرك صراحة؟ لا هو صراحة يعني على حسب كل بطولة مثلا والموت بتاعي يعني مثلا في بطولات ساعة لما بخسر بكون مش مش عايزة تكلم في ساعة بكون محتاج حد يكلمني يقولي إيه الأخطاء اللي أنا عملتها عشان مثلا ما كررهاش تاني البطولة اللي بعديها كده على حسب كل بطولة وبطولة يعني دي نحية إجابية بنسبلك مش نحية بريشار بيفيش ضغط عليك لا لا خالص 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 مستمتع انت بالموضوع ده انا بصراحة يعني حابب الموضوع حابب الموضوع لا خلاص مفيش وشكلة برانا قوليلي كابتن ناصر بيقول ماما هي الشائلة تقريبا الحامل صراحة يعني هم قسمنا في بيت يعني ماما هي اللي بتاعم تكلمني مثلا هو دايما أشد أكتر وكده لكن بوايا مثلا هو دايما بينصحني مثلا إيه الصح وإيه الغلط وكده بيكلموا في فنيات السواج لا يعني دايما بيكلموني بك الحاجات عامل ومروما بيكلموني عن التدريب مثلا أو حي يعني مثلا بيكلموني عن بذل بقوايا مثلا يكلمني عن حسب طريقتي في المرعب الحاجات دي لكن وامتي نحطا تقولي اتمراني أجمد وكده لكن مش اللي هو اتمرانتي واحد يعني عمروما حيتحط على يد ضغط انا لازم لا ما لا ي reactivar لا لازم قولي قولي Yoo دي يعني عمروما بيخزؤوني أو حاجة لو طرقا tren ان شاء الله دي حاجة كويسة خليبانك برده بس دوي الموضوع تشكريها هوا 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 الاثنين حاجة مهمة جدا في حياة وصلاة كابتن احمد كان زمان ايامي ايام زمان يعني كان عند بطولة الاهرام بالزبط بطولة الاهرام وكت انا واحد من الناس بستمتع جدا بلا بلسكوش وبتفرج وكابتن احمد برادة ده عالم كبير فيه ليه البطولات دي مش متكررها ومفيش شهرة زي زمان ما عديدش عندنا البوش القوي ان احنا يعمل بتوازيك ليه؟ ايوالله مش لسبب معين يمكن احنا يعني برادة كان عامل حالة على سكواش المصري كله يمكن برده كابتن مصر من احد يعني من الناس اللي كانوا مدربين لأحمد وكانوا معصرين أحمد وكانوا معا دايما فيمكن برادة هو كان يعني الشعلة اللي نوارت طريق سكواش المصريين ان هم يحبوا السكواش ويبتدوا يدخلوا السكواش ويبتدوا يلعبوا سكواش اختفت طولة الاهرام شوية لحد ما احنا بدنا نرجع تاني لقمة السكواش على مستوى العالم بالنسبة للسيدات والرجال وابتدى عمر مانسي عندنا مجتهد وبيعمل بطولة جونة كل سنة بطولة نكحة جدا ومن اقوى البطولات يمكن السنة دي برده في كذا بطولة بي اس اي محترفين وهيجي فيهم اقوى العيبة في العالم يمكن بلاك بول عامل بطولة برده السنة دي بي اس اي دولية كان في بطولة سكندريا الدولية كان هتتتعامل برده بس محلفهمش الحظ يعني ما كاملتش وكده بس يعني احنا بنخطو بخطة سابتة ان شاء الله ان احنا نستعيد تاني البطولة العالمية جوا مصر ان شاء الله عشان ده يمكن اقل حقوق الابطال اللي العالم كله بيتكلم عليه هم احنا عندنا يمكن التوب تن في الرجال عندنا ستة موجودين مصريين والتوب تن في السيدات برده حوالي اربعة او خمسة برده فيمكن احنا بنحتكر السكواش على مستوى العالم كله كابتل ناصر كابتل ناصر كابتل نقول محتكنين السكواش ستة مالتوب تن عندنا حد من اهل جوار رانكين طبعا كريم عبدالجوايد موجود نحسب نابط الاربعة مفروض يعني نابط الاربعة في العالم طبعا يعني حاجة كان بطل العالم يعني كان ترتيب انبيا واحد لمدة سنة ونصة على مستوى العالم طبعا حاجة كويسة جدا طبعا عندنا اللي جاي ان شاء الله عندنا الكابتل نحمد حسن ممكن بدأ يخش الوقت في الخمسينات عندنا هايارب هايارب ان شاء الله طبعا عندنا كريم عالي فاتحي جبناه السندي برضو في الخمسينات وعندنا مصطفى عسر ما شاء الله عمل جدشة هيفرق معه الرحمة جلسة كان بلعب في كندا وواصل فاينل في بطولة وقبل كلا الراحب الارجنتين وكسب بطولتين من هناك من ثلاثة يعني لا الدنيا ماشى كويس جدا هنشوف امسال عمر شبهين وكانين عبدي جايد كتير في نادي الاهلي في وقت اللي جاي او انا حاسس في إبراهيم طالع وفي عندنا مصطفى كمان طالع وفي عندنا اللي بقوا في عالي الطوخي وفي لعبه لا في كتير جدا في نادي الاهلي وقت يعني ان شاء الله المستابل اللي جاي اتلاقي نادي الاهلي دوت يعني عنده على اقل قامة ست لعيبة نغنيه فوق يعني وبعدين الحمد لله احنا السنة يعني من نادي الاهلي بقيادة الكابتن عروف عبدالقادر نشاط رياضي ودكتور يا ياسر مصيرنا عملين عمل قوي جدا لينا مساعدين جدا جدنا جباننا النهاردة يعني ساعدونا في اللعبة كتير جبناها السنة الحمد لله يعني اللعبة اللي جات من نادي الاهلي مش جاينا عشان اسكواشوا بس حبا في نادي الاهلي ودي اهم حاجة عندي طبعا يعني هم نجيين يعملوا انجازات لان زي ما تكون زي النهاردة ابراهيم وزي عرانة طبعا يعني لان النادي الاهلي ان شاء الله وفي القريب العاج يعني قبل منسة كمان يعني احنا عندنا في حداشر سنة وقاليش بنعمل حاجة خالص احنا نهاردة مطلعين اللعبة عندنا مثلا في بطولة شرم الشيخ اتنين داخلين في سنة الفوانين اتا هدى حداشر سنة علي رحمة ووسيف الرفاعي اتنين من تحتار سنة كان قبل كان وكانش عندنا ده عندنا رقاية عصام كاسبة بلاك بون من واحد في حداشر سنة ما شاء الله عندنا فيه تقوي يوسف سالم تالب في حداشر سنة كابتر ابراهيم قلنا بتوفق زي بين الدراسة وبين الرياضة ده سؤال مهم جدا وفي نفس الوقت قولي تدرس ايه؟ انا على نظام الامريكن وبصراحة الموضوع ده بقى واجه فيه مشاكل كبير بقى غياب من غياب من المدرسة بحاول اعوض الغياب ده مسلا في سنة كان بالزبط؟ انا في تانية سنة تانية سنة بس يعني بصعوبة يعني بحاول اوفق مثلا مريني التمارين سعاد بقى يكون عندي تمارين قبل المدرسة بخلص مثلا التمارين وبعد كده روح على المدرسة بعد المدرسة على طول مباشرة بروح على التمارين فالموضوع الصراحة بيبقى بيبقى متعب بزيادة عن اللزوم حتى في اوقات الامتعانات بيكون فيه يعني اللي هو مثلا ممكن اوقف تمليم مثلا لمدة مثلا ثلاثة اربعة ايام يعني ده اخري عشين فعلا يعني رياضة السكواش عمتا حركت يعني تغيب مثلا عن الملعب او ما تمسكش مدرب مثلا مدة يومين حركت كده وكأنك مثلا ايه غيبت سنتين فعلا اه دي حقيق فعلا مهم عايزك تشرح لي اليوم فيها قمنا بقى او ما تمفسها ايه في مدرسة تبعا طبعاً في أيام بروح النادي الأهلي نادي الأهلي طبعاً موفرنا ملعب طول الوقت 24 ساعة ساعتكم بروح النادي الأهلي الصبح قبل المدرسة ستة صبح؟ اه زي السباحة حاجة مضعبة جداً في فهر ساعة كرة أبعاً كده بخلص تمديني أطلع من المدرسة بخلص المدرسة من بشرة ما بارجعش على البيت بروح على التنبين سواء بقى كان فتنس أو عندي حاجة في نادي الأهلي أو في حاجة طبعاً منتخب أو كده بس بخلص يعني بالعافية لما بيكون عندي تنبين في نادي الأهلي أنا ساكن في الشيخ زايد فبيكون عندي مشوار بأن أنا بروح من نادي الأهلي لغاية الشيخ زايد هو سعيد مدرسةك في شيخ زايد؟ تمرر في أهل الجزيرة؟ ترجع؟ لا مدرسة في أطريق الصحراوي كمان؟ يعني يتمرر ترجع من جداً تمرر ستة صحراوي ترجع من جداً؟ لا اه دي هاي مش بتاكل في النص؟ مذكرتش في موضوع الأكل أساسي ولا بتاكل في العربية؟ لا أولاً الأكل طبعاً دي عمل أساسي طبعاً في التمرين أمثاً لا في أكل في أكل في العربية صعبة 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 فعلاً رأنا أقول إليه بتعملي إيه فيك يقولوا عني يومك إيه؟ يومك إيه؟ نحن نبدأ الصبح وعلينا أرجع بيت بالليل يعني بروح المدرسة على الحصب بموايد الساعة كمساعد بروح متأخر أو روح التمرين بعدين أروح المدرسة وبعدين لازم أزاكر شوية عشان أنا في مدرسة that's all توقف بس أنا أعارف حياة ريادي صعبة بس ما زلتت عرفها فعلاً أنتوا فعلاً بتعبوا جيداً عشان تكونوا أبطال أبطال الناد آلي أبطال العالم تابتنا إحمد دولي سفاشر اللي جاي أسمعت أن تفهم مختلفين كثير بقى دوري صعب صح جيل ontw هننعمل ايك لا ان شاء الله يعني كابتال ناصر برضو محضر rant sindri ان شاء الله تعجب الناس ويكون البداية ان احنا ان شاء الله نحاسم لقب دوري ويرجع vrai comค . دوري non stand 2016 بعد غيات طبعا حرك عرف ان احنا قعدنا فترة كبيرة اوي لسكواش ما كانش موجود ملعب شكواشف النادي الاهلي دي حيه خريطة روحكي فلانو بره سنين كتير اه مجرد ما راجع لسكواش طبعا من بداية من موسم 2016-2017 وتولي كابتن ناصر زهران رئاس الجهاز لسكواشف اعتقد حصل طفرة رهيبة في لسكواشف النادي الاهلي ممكن نقع يعني بنينا قاعدة كبيرة اوي حتى للبرعم الصغيرين النهاردة مدرسة لسكواشف النادي الاهلي وده يقول ان احنا ان شاء الله بمشينا صح على بلان صح ان شاء الله ان يبقى مستقبل النادي الاهلي كله من ولاده وابطاله من ولاده ان شاء الله 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 ان شاء في الجميع العام عشان التحانيات والدراسة والإجازة والإجازة الثمانية والإجازة أول ما بنبدأ خلاص يعني الحمد لله بنبدأ من 15 ستة استعداد منها وحصوصا أن الدور يبدأ شهرة تسعة عملنا استعداد جميل جدا حضرنا فيها جميل جدا وطبعا ممكن الناس عارفوا كلها خمس سنين الأخار دول نادي ودي ديجل هو المسيطرة على اللعبة الاسكواش بما أنه كان عنده إمكانيات مالية كويسة وعنده جهاز فإنهم بكارد الكابتن كريم درويش أعتقد كابتن كريم درويش هو المسك النشاط رياضي المسك النشاط رياضي وإنت عارف هو كان بطل عالم صبعك فكان عينه كويسة طبعا عارف يأخذ اللعيبة من عندها معينة وأعمل قاعدة كبيرة جدا هو اللي ماشي عليه غير دلاتي ونخليهم متقدم على عندها مفيش حد كلمي نفسه حالا أنه أخذ منه من اللعيبة هو كان مسيطر كل اللعيبة كان بديج عنه الحمد لله ممكن أنا كان فكري احترافه شوية ممكن لازم نشوية النادي الأهلي مش نادي اسم كبير جدا هو لازم بقى يخش في الدنيا دي كويس وبعد الملاعب متعملي على أعلى مستوى طبعا وواحدث مجمع معمول في مصر درس الملاعب النادي الأهلي قلنا لازم يجيب لعيبة ونفسه وفعلا ممكن خدنا أكتر اللعيبة اللجوم استناد أكتر نادي السباد باللعيبة من خارج النادي اللجوم هو النادي الأهلي وبناء عليه بدأنا نعمله قلع بدأنا نقول إن هذا الآيلي جاي لكم خلي بالكم يعني إن في حاجة جاية إن شاء الله ودوت اللي بيحصل فينا يعني الحمد لله بدأنا مطشينا ليسموحة سنة فذي كان كسبنا السنة دي احنا كسبنا الحمد لله بلاك بول جاب لعيبة كويسة جدا لها المعانة وكسبناها برضو بيجيوا محترفين بورا كابتل مين اللي جاب محترفين بورا واجد إجلا جاب محترفين جايب بنت وجايب جاب لعيبة كويسة جدا بس مش فكرة اسمها هو دراكسي مصنفين مصنفين عايمين جدا نادي هليو بلس جايب كول وجايب أماندا صبحي أماندا صبحي بابوها مصر بس عاشب أمريكا من أحسن لعباتها على مستوى العالم فبدأوا حتى التعقودات الداخلية نازل بلاك بول دا وتكابسة لعيبة كويسة سالمة عين بدا إحنا عندنا كريم عبد الجواد وعندنا ياسرب جبناهم ونجبنا كريم علي فتحي لكن إن شاء الله وإذن الله ومساعدة النيادي ونشاط النيادي هنحاول نجيب لعيبة ولعيبة برضو محترفين هنساسي يدو قوة الفريب إذن الله إن شاء الله رانا أوليلي مين مسلك الأعلى في السواش في الولايات درامي عشور في المنات رانيم أوليلي رانيم أوليلي ما معنى رانيم أوليلي؟ نحساها يعني محباها هي محترمة أوي ولعبها حلو أوي وهدية ونس كلها بتحباها أنت مش شارسة في الملعب؟ شاوية لا طيوبة جيدة هنالك رياضي طيوبة سعيد في سعيدة الهدوء دوت في الملعب بيحتاجه طبعا فقط الأوعيات تبقى الهدوء دوت بيديها سيخة في نفسها وبيخليها بيكون في الملعب شوية تتصرف صح فطبعا بس إحنا عزين بقى نديها أنجرة كده كده حمية شوية في دوروح أنا شفت العيين في السكواج بيضربوا المضرب في الأرض ويعملوا حاجات جمدة جدا بتميش كربة لم أكن من أعيب لعيبة دي وست موضوعية الملعب كنت أعصب قوي لكن بيد بقى العكس هادية هادية الآن إبراهيم ايه؟ اشيخلك عصب أنا؟ لا لا هذا ليس صح من العيب الراجل أوي في الملعب بيأكل الملعب بيأكل الملعب بيأكل الملعب قل لي يا إبراهيم مين مسك الأعلى في السكواش؟ أنا السراحة محمد الشربوكي محمد الشربوكي، أعتقد أنه في أمريكا دولتي؟ أو في إنجلل، أكبر؟ وجل هو أكبر، آي لا، بالتأثير من السكوار بمحمد الشربوكي فسناً، بطولة أمريكا، أتواهيم الاخبار إلى محمد الشربوكي، فستزوج الشربوكي يعود إليه في الليل ثم نرى التوفي يا ربي، كابتن أحمد ، وقل لي من أن يكون المنافسة عندنا في الدورة التي نقوم بالب idol يمكن أكبر منافسين لنا نادي ودي ديجلة زي ما كابت النصر إيل نادي سموحة نادي سبورتينج سكندريا طبعا والأهلي يوبلس هم دول يمكن الحمس أنديا اللي بيبقى دايما في منافسة شرسة ما بينهم على لقب الدوري وعلى الدرع العمل الدوري بسوء يمكن ودي ديجلة المحتكر الموضوع بقاله شوية زي ما كابت النصر إيل لأنه لم مجموعة كبيرة قوي 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 من اللاعبين وأقوى اللاعبين كمان لأنه لمسك الإدارة الفنية حد بطل عالم حد اسمه معروف على مستوى العالم فلسكوش بس إن شاء الله يعني زي ما كنت شائل كده نحن بن مستعدين وربنا يكرم إن شاء الله ونقدر السنة دي نرجع الدوري تاني المادي إن شاء الله قولي هترجع الدوري السنة دي ولا هتسافر السنة دي سؤال صعب سؤال صعب صح حسنا عرفت أن أنت إن شاء الله هتأخده مجال التدريب طبعا أولا يعني أنت حالك بتطلحني الفرصة أن أشكر كابتن نصر زهران هو اللي رشحني للمكان ده أو للمنتخب السعودي وإن شاء الله يعني نكمل نحاول نحن نكمل الموسط السنة دي مع الأهل يعني إن شاء الله وبعدها إن شاء الله نبتدي بقى تدريب المنتخب السعودي بإذن الله كابتن نصر حاجة محترمة أول إن أنت حالك بترشح الموضوع وليه نشمعنا رشحك كيف نحبت هو الحمد لله أنا ممكن للاحد من شغله في الخليج في الكويت وعلاقتي بالسفر للسعودية والسفر لعمل كتيرة جدا فطبعا الناس عندهم ثقة فيه الحمد لله يعني ما بيغوزوا أي حاجة أو بيعملوا معسكات داخل مصر أو خارج مصر بيكلموني وممكن إن الكويت أو قطر أو السعودية وعندي صديق كده المسك المجرد في فن السعودي كابتن سامل الخطيب اسم جميل جدا في السعودية فهو من الناس اللي لأيمن يعني أتصل بي على طول فهو أتصل بي وقال لي أنه محتاج اتنى مدربين يجب عشان من المرن ومتخب السعودي فأنا شايف أحمد يعني عنده دماغ كويسة جدا في مجرد التدريب والسنة الفاتد مرر معنا وبس السنة دي أعلم أن أعايز ألعب شوية فدينا الفرصة إلى لعب تغيبنا فبناء علينا أن أتصلت بي طول أنا أعليه مدرب جايس جدا وممكن في الحتة اللي أنت عايزة في السعودي هو دوت الرجل المناسب في المكان المناسب وبناء عليه عملنا أتصلتنا وكلمتنا أحمد وتعالي أن أنت شاف وتصرف وأنت أخي أكبر لنا واللي شعف ولينا أعملوا يعني وبناء عليك تفاقنا الحمد لله وإنك لنا هو عشار 12 بإذن الله حيبدأ السفر إن شاء الله ونتملل التوفيق طبعا ويبقى لنا دلع كبير في السعودي طبعا من أبناء النادي الأقلي بموجود معنا هناك طبعا رانا وليلي في مواقف دايما بتقابلك في الملعب السكواش إيه أصعب موقف قابلك وملعب السكواش أول مرة كان أدخل في مطر حد يقعد يضربني في الملعب أو يبقى فيه إلعيبة يعني تزنق يعني يضربك يعني يضربك يعني يضربك يعني يضربك يعني مثلا أو يبقى حد يزنق على حد ممكن ما يخلوهش يعرف يدخل على الكورة براحته إسمع آآ إلى نارس أمن ثمativas وداعب عدق ساعة شف عليني عليني نارس لا لا وأنه لا يغبط فيها وانا بلعب الكرة تأخر عن اللعبة مثلا كيف؟ قلنا أبراهيم مثلا فيه حاجات كثيرة اوى في الولايات الحركات من اللي رعنا بطول عليهم دي انه مثلا يعمل يعني هو مثلا اه يعني هو مثلا أنا نقط الضعفة على الفورهند مثلا هو يجيب لي مثلا كرة على الفورهند ويخليه مثلا ادخل من اوسع طريق مثلا او من اطول طريق او من ارخم طريق ده مثلا مثلا ممكن كوع مثلا اتلاقي كوع اتلاقي كوع اتلاقي كوع حضرتك وانا زمان امام طب انا عايز اعرف حاجة بصرا اللي اعلمني دي سكوية زمان كنت ملعب بستعمل زلوك وابطل عظم تمسكي نص الملعب دي اهم حاجة عندك فعن تمسكي نص الملعب مهو نص الملعب بقى اكتر نقطة دا توصل اي حتة في الملعب اول ما توصل نص الملعب انت قرأي من اي نقطة في الملعب مزموط كده؟ نص الملعب بقى ام حاجة اقول لي ابراهيم ما فكرتش في الاحتراف الخارجي اي واحد في الدنيا بيفكر في الاحتراف اه دي حقيق بس الاحتراف الخارجي عندنا في الاتحاد المصري هو اول اول نقطة بيفكروا فيها هي بطولة البريتش اوبن دي بتعمل كل سنة في شهر يناير بيتحدد عليها مين هيتلعوا البطولة دي طبع اول اربع بطولات على التصنيف المحلي لمنتخب مصر اه يعني هي بتبقى بطولة طبع منتخب بيشارك فيها اكتر من كل دول العالم وبعد البطولة دي هي بطولة العالم المصطفى عسل دولاء ابندي الاهلي كسبها السنة السنة دي 2018 دي بعد بطولة الاعلام بيبقى بقى حراكي احترافي اللي هو البي اس اي اللي هو ناس الكم الكبار زي مثلا محمد الشرباجي زي كريم سامي فهو يعني احنا لسه صغيرين يعني الحد دي بتفكر في دخل اه طبع اكيد ناوي ناوي تمشي تمشي طريدة شخلك ستسب الدراسة لا هو السكواش يعني يعني الصراحة يعني فيه هو واحد بس ما عارف يوفق ما بين اتنين وده صراحة يعني هو فعلا مسائل الاعلى في الدراسة مع السكواش هو كابتن علي فرج هو راح يعني درس في احسن جامعة في العالم في هارفورد وبعد لما اتخرج من هارفورد دخل التوب تن فاقل من سنة دخل من احسن عشر لعبين في العالم فاقل من سنة ودلوقتي هو تصنيف رقم اتنين على العالم فهو عارف يوفق ما بين ده وده ازاي راح ارادة ارادة قبت not you فالله شكرا وعرفوا ان العمر بالدراسة تعققك عن ان انت للوصول الى الهدف انت عايز انت لو اعيز محدد هدفك ايه مفيش حاجة توقف خالص 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 هي دي ارى تلعيب ندقى دي احمد قولي اللعب اسهل ولا التدريب اسهل بصراحة الى اثنين صعبين بصراحة الى اثنين بصراحة الى اثنين اثنين صعبين اولا انت كلعب شكواش طبعا بذات لما بتكون من احسن لعب في مصر زي ابراهيم قباني و ايه ايه عليك دايما ضغط طول الوقت انك عايز دايما تبقى رقم واحد عايز دايما ما تنزلش عن الحتة دي فدايما بتبقى مضغوط في تمرينك مضغوط نفسيا انت من جواك مش عايز تنزل مش عايز مستوىك ينزل عايز يبدل دايما مستوىك مرتفع ودايما في المقدمة يعني وبالنسبة بقى كمدرب طبعا اكيد انت بتبقى دايما عايز لعيب بتاعك احسن لعيب في مصر يعني وبذات انت كمام مدرب في النادي الاهلي في ضمن جهاز فني على اعلى مستوى يمكن احنا جهاز الفني اكبر جهاز فني في جمهورية مصر العربية بمسبة للتحدي سكواش عموما يعني اولها جهاز الفنية بتاعت السكواش يمكن كل الموجودين في جهاز فني النادي الاهلي كلهم ابطال سكواش قبل كده وكلهم لعيبة يمكن كلنا اغلبنا من ولاد النادي الاهلي برضو يمكن ده اللي كابتن ناصر يعني خلق جوه من الالفة وجمع جيل كامل من عيب الاسكواش اللي كانوا موجودين في النادي زمان ويمكن هما دلوقتي لمدربين زي كابتن محمد فريد كابتن اسلام عادل كابتن محمود عبدالقادر طبعا من اقوى مدربين دي سكواش في مصر فالموضوع صعب فعلا بالنسبة للاتنين بالنسبة ليه كلاعب او كمدرب اللعب اسهل حاجة في الحياة اللعب ايه اسهل حاجة صح بالضبط عارف ليه لدعب اسهل لان اللعب النهاردة بسوء عن نفسه لكن المدرب يكون مسوء عن تيم عن فريق والحالة نفسيا انت ممكن مكونش مداخد فيها ايه دك بعاجات كتيرة كابتن ناصر قولي نصيحك ايه كابتن الكبار اللي عادين قدامنا تدريب تدريب وتدريب والالتزام 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 ويروح الفلال الحمرى النادي الاهلي صح بسوء ايه دك ايه من الس farmers ايه من السراد الفلال الحمرو ومشاء الله أنت بتقول إن أول مرة نكسب حداشر سنة. طب منا على كاتوتل كل سكواش في ندلال. لا ممكن المنتاج بتقول. زي مثل إحنا عاد منا شرم الشيخ الحمد لله محقق ل 15 كاس في بطولة شرم الشيخ مع خمسة كمان في بلاك بول. لدي 20 كاس حاجة ما حصلتش قبل كده خالص ممكن إحنا أكتر نادي حصر عدد من الكوش هو نادي الأهلي في وجود ناديها عريخة وجبيرة جدا زي نادي سموحة وزي نادي ودي دجلة وزي نادي بلاك بول. حاجات منافسين جدا من تتخلش فوسة المعماء عليها تعفزت القوكبة من النجوم دوت الأهلي دي وتكسب الكلام دا حاجة كويسة جدا. بخلاف اللي إحنا الخاض اللي إحنا عملينا دلوقتي وهو ده وهدف بتاعنا أن إحنا لازم نحتمد على أولاد النادي إن شاء الله. وقد إحنا عملينا عندنا حوالي فوق 150 لعب في مدرسة الإسكواش طلعنا حوالي السنة دي ست لعيبة بدأوا يلعبوا في الفريق حالي 11 سنة. ما شاء الله. فدي بالنسبة للعب الفردية طالح ست لعيبة دي حاجة أي عدد كبير جدا الحمد لله. وخصوصا عندنا مثلا لعب زي سيف الرفاعة دوت من طالع من مدرسة من لعبهم صغيرين ويوصل النهر ده سيمي فاينال ومرشح يسافر البلتش أوبين يمثل مصر فيها. دي حاجة بتحسب لنا طبعا خلاف نوال اسمه علي رحمة وصل نهاية ابتول الشرم. لا لا عندنا شغل وانا عز اشكر الجهاز اللي هو الاكاديمي اللي هو دكتور فريد صلاح اللي هو مسؤول عن الاكاديمية دي تحقيق. يعني عمل مقود كويس مع الناس مع المدربين الصرف التاع كله. ولكن تسمع لنا اشكر برضو الجهاز الفن اللي متواجد معانا كابتن محمد سميني مداري ابن العامة حد جلان، اسلام عادل، محمود عبدالقادر، حسين الإمام، محمد فريد، طري إسماعيل، ياسر مبروك، شريف هاشم، عمر العريان، محمد مسعد، عمر فاين. السورة دي منتصر، اعتقد السورة دي معبرة جدا. طبعا جايب المناسبة يعني. جايب المناسبة، صح؟ السورة معبرة جدا. المنتصر هو إبراهيم عسل، عندنا الفيتنس، عندنا خمس مداربين الفيتنس، ممش موجودين فاين نادي، ولدي عز الدين، محمود عبدالغالي، حمد رأفر، نادي، ماجد، ناز إداري خالد باسيم، محمد زاجق، أحمد سمير أدهم، الطيب الدكتورة هودة طبعا تاريخ في نادي الأهلي، والدكتور اللي عليك الطبية محمد عنطر، كل دول اللي هم مني، كل اخترام، كل تأثير، المجود اللي هم عاملينه خلال موسم إحنا الشغالي في دا. هانا قوليلي، العابة السكواش فيها جبهير؟ ما بدأوا يزيدوا قوي، يعني كل الناس دقاتي عارفين عن السكواش في مصر، يعني بيشوفوا النتائج المصر بتعملها في السكواش، فكلو عارف عنها. جاء دخلت ملعب السكواش، لأتي ألفين واحد ديشجعه، بتعمل إيه؟ نسيب الملعب منش، لا دعتي ديها روح بالزاك، هل يدي؟ هرعم، أنا صراحة الناس اللي هادة بوره مش بتفرق معي، أنا بدخل ملعب خاص، هم، بتلعبي خاص، قولي يا إبراهيم، تفرق معك التشجيع الجمهير معك، لو جوم الملعب؟ على صراحة أو كمان التشجيع ده في حاجة تانية، ده هو مثلا ده في تشجيع أوي، طبع مثلا نادي الأهلي أو مثلا نادي ودي دجلة لنادي مثلا للعيب بتاعهم، ده بيهز اللعيب التاني أوي مثلا الصوت العالي، الجمهور الكتير، ده بيهز اللعيبة التانية خالص، يعني اتمنى ان هم يكونوا معايا مش ضد، هل تريد الجمهور الكتير الآن تيجي تشجع جوا ملعب لسكواش؟ اه طبعا، ده مهم، اه طبعا، صح؟ هتفل معك كتير، اه طبعا، طبعا، بحس طبعا، بحس طبعا انها شيء المسئولية، وهم جايين بقى مشجعين، بازم طبعا، يعني اشرفهم، قولي يا أحمد لو دخلت الملعب، احنا ألعب شهيدة، انا بيحبش الكلمة دي، بس هي فيها اللعب شوية جماهيرين قليلا، وليا دخلنا الملعب بتاعي لسكواش، هل قد فيه تلات تلافة بعد اللفة واحد؟ والله ياب تختلف من من شخص الشخص او من لعب اللعب، بس هو يمكن لعب لسكواش بيبقى على درجة كبيرة او من التركيز قبل ما يدخل مباراة او بلا يبدأ مباراة، فاعتقد ان غالبية لعبتنا بيبقوا داخل الملعب مش شايف حد، خارج، خارج، ويمكن ده اللي بي دايما بيخليه مركز جواه الملعب، ما بيتقصرش باي حاجة بتحصل بره الملعب او حواليه، ودي من اهم الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم معها، وكابتال ناصر بها وديتكلم عن العيبة في النهضة ده كتير قوي، ان انت دايما متبقى شغل بالك مين قعد بره، مين بيشجع، مين ضدك، مين معاك، لا اهم حاجة انت بقى مركز جواه الملعب، لكن عايز ركت شخصي، لاعب، ولا مدرب، ولا تحكيم، اي اسهل فيهم بالنسبة لحدك، واي اصعب فيهم، نحاك تاريخ خبير في الموضوع، انا اسهل حاجة ده انت بتتاعي لعب، لعب تبقى انت بس مركز مع نفسك، وعايز بقى كويس، وتتمرن، وتشايف نفسك، لكن انت بيختار في روضك يا حكم، بتبقى تحمل مسؤولية، اي خطأ بيحصل بتحس بان انت مش مسراح جواك، سأسألك بشيال، بصراحة، فيش بهمت كده وانت بتحكمه، مش اقول اسماء، عشان بقى شمس، لكن حصل انت مرة حكمت بهمت كده، وتعطفت محد، وتعطفت محد، وتعطفت محد، ولا تضربت مبوضة واحد، حصلت مرة، كانت احمد برادة بيلعب نهائي، مع العيد اسمه من استروليا، اهرام، 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 وكان طبعا عيام كابتن ابريم حجازي، طبعا عمينا كلين، طبعا طبعا فحسبت القرار، ولكن بعد المتش حصلت القرار، كان صالح احمد برادة، فتخيل انت كنت بتحكم في الاهرام، وحوالي خمس تلاف متفرق، وانت عاد فوستيوم، الحكا موريش مكان، فكل عمال، كل ما بتعمل الكرار دي تعمل برها، خمس تلاف، وانت لوحدك، وانا الواحد، يا عكا، لو انا مكانك، احكملهم يا في الماء، اقولي لي، كلمة اخيرة، للأسرة، لماما وبابا، وجمهور الناد العديد، تقول لهم ايه؟ اهرام، اشكر ان انت واي، عشان ما دائما بيساعدوني، وكابتن ناصر عشوة دائما بيساعد كل عيبة، وبيحبوا كل عيبة زي بعض، ومداربين بتوعي في النادي، منهم كتب حوال عبدالقادر، هو بيمروني في النادي، وكابتن محمد فريد، هما الاثنين أشكرهم، برسالة ربناك، شرفتينة، إبراهيم، قولي كلمة اخيرة، عايز اجيب جماهير النادي الاهلي، تخش لك لما عبادش اتناف واحد، لهم ايه؟ اه لا، طبعا يعني، بايب الشرف ليا طبعا، وطبعا دازم اشكر امامتي وابايا على المجهود اللي هما بيعملوما هيا، مي فيه مكتر، انت بس تعزب عملاك كده، عشان نمتوح البيت، يا فيه مشكلة، نعم مشكلة، نعم مشكلة، فعلا الصراحة، ماما يعني هما الاثنين فعلا، يدعك لي برا ماما، موازن اموره ده، بيوازن اموره لازم، مدر، طبعا لازم اشكر كابتن أحمد عبد الخالق دا الدفن، هو المساكني، على فكرة أحمد الله خالق الع beats النادي الاهلي ومدربنا امرأني نعم яс بالنع Hungers كلمة اخيرة لجماهير النادي الاهلي دايما جمهور نابلي آلي في ظهر لعبته وفي ظهر كل الرياضات الموجودة جوال نادي بحب يعني بنتمنى انهم دايما يبقوا في ظهر السكواش شوية ويهتموا بالسكواش شوية ويركزهم على السكواش شوية كلمة اخيرة بحب طبعا اشكر مجلس دارة نادي لأهلي برئاسة كابتا محمود الخطيب على مسدته للسكواش دايما وكابتا نصر زهران رئيس جهاز السكواش في النادي على وقفه جانبنا شخصيا ومسدته ليه طول الوقت يمكن كابتا مصر كنت بقى لعب دور تمانية في بطولة شرم الشيخ يمكن كان مشدود قوي عايز ناكسب ومهتم ان انا اكسب المتش لعشان اوصل سمي فايلل عشان يكون المربع الزهبي اللي ربع العائبين اللي موجودين فيه ولاد نادي الاهلي ومن النادي الاهلي وانا كان عمل قلق اجامد او عشان اكسب المتش لارس الحمد لله ربنا اكسب خليفاني يا كوتش رئيس لا 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 افعلش اهوه؟ النادي الاهلي النادي الاهلي انا كان عايزه ان احنا نبقى المربع الزهبي اربع من النادي الاهلي والاول اربع من النادي الاهلي وباشكر حرك جدا على الملتاح الجميلة كابتا من ناصر كلمات اخيرة وسريعة تقول اي اللعبين كل سكواش ونادي الاهلي اقول اولا الجمهور نادي الاهلي طول ما انت سنت للعيبة وسنت للمجلس ردارة واللعيبة انت اللعبة غم واحد اي لعبة في نادي الاهلي اقول اللعبة نادي الاهلي اتمنى منكم لكم تبقوا ابطال وعلى مساء عالي جدا اتمنى لهم يا رب كده كله توفيق وقال لهم تتلعبوا في قلعة جيرة جدا انك خدعت عن النادي الاهلي دي عشان تخشها وتلبس في النادي الاهلي وتلبس من النادي الاهلي دي ده حاجة لا تقدر بالمال فاتقلبكم من اسم النادي الاهلي ولازم تتمرونك بيش وستلتزم بالتعليمات وفي النهاية خالص انه من يجتهد ربنا لازم يكرمه في النهاية طبعا ان شاء الله تقول اي جهازك الفني اي جهاز الفني انتو احنا في بداية الموسم انتو وفيته وفيته زي ما بيقولو كده يعني الحقيق يعني اي صورة معبرة اي اي وزات رأي الله بص احمر ده رحلي وبتارك points فانا بقولوله يا جماعة انتو انا عارف انو어야 ربنا تأ Lifepad عليكم جدا ويسعد بتنعرف اذا عليكم جامل جدا لكن في النايا احنا المال ندوري على مصلحة النادي وتأكدوا ان انتو كلكم بالنز� CD primeira و کردكم يارب كده تبوا عامل مساعد وتخليو النادي اهلي احسن نادي في العالم ترى هاذ اه لا امر اللاعبين قال لهم أنتم السنة الأول قبل الجهاز الفني وقبل أنا الشخصية أنتم السنة من اللي نحن نوصل له دوات أنتم لنا أنتم ما كانش يبقى في براجيم ولا في رانا أنتم بتتحوا بوقتكم إن كان معنويا أو ماديا أو في كل حاجة فطبعاً أنا لكم مني كل شكر وتأثير وأتمنى طبعاً لأولادكم كلهم يبقى أبطال بس أنتم بس خليكم ظهر بينا وسنب بينا وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله مجلس سؤولات النادل أهلي؟ داخل كله بقى الصحفي جلت لها كلمة تقول للمجلس الآن كنا أقول لهم أنتم هاي سنة جامد لها يعني بس إبا شخصية ما فيش حاجة طلبناه وأنتم وقفتوا وما عملتوا هاشلينا الصورة؟ الصورة إيه اللي حياتك على طول الصورة نح على طول الكابتن دبت أنا يعرفه وأنا بس ناشئ طبعاً يعني وكان قدوة للناس كلها كفاية بس ابتسامته دات للينا هي دي بتخلي الواحد يوقفها دات بكويس جداً يعني فربينا يديره الصحة ويخليه من نادل يا رب كابتن ماصر، كابتن أحمد، كابتن إبراهيم، كابتن رانا شرفتونا ونورتونا يعني بمساعدات جداً جداً النهاردة لأن كان معنا أبطال في السكواش حققوا إنجازات وبيحققوا إنجازات ولسه حققوا إنجازات قدامنا كتير إن شاء الله تابعونا دايماً من السبت الخميس والأهل لينا من سبع العشرة شكراً وإلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء